اشتركوا في القناة الوطن صورة الغامن الى استناعي لهذه الليلة وحتى صباحة الغد توضح ان تشكل صحب عابرة على المناطق الشمالية الغربية للوطن وصولا الى المناطق السحلية الشرقية صفة واستقال يميز منطقة الصحرة مع تشكل صحب عابرة على أقصى الجنوب تفاصيل وضعية التقصى الخاصة بليلتي اليوم مشاهدنا الكرام سجلنا أجواء من سافية إلى مغشات جزئيا وذلك فيما يخص المناطق الشمالية الوسطى وحتى الغربية للوطن وصولا إلى المرتفعات الداخلية الغربية دائما أجواء مغشات تميز منطقة الواحات أقصى الجنوب ومنطقة السورة مع تشكل صحب كثيفة رعدية على المناطق الشمالية الشرقية والمرتفعات الداخلية الشرقية والوسطى وصولا إلى المناطق الشمالية والغربية والوسطى للصحراء درجات الحرارة الليلية مشاهدين سجلنا كأدنى حد 12 درجة على منطقة باتنا 13 درجة بالبيت 15 درجة على الجلفة 22 درجة بمنطقة عنا باسكيك دا والقالة 20 درجة بالجزي العاصمة بو مردى ستيبازة 18 درجة على وهران وتلمسان 16 درجة على الوادي وورقلة 18 درجة بغرديات 16 درجة مسجلة على بشر 20 درجة بتندوف 22 درجة على عين سارة 27 درجة بإليزي وجانت واسبتا 10 درجة بتامان لاستفاصيل وضعية التقسى الخاصة بصبيحة الغد إن شاء الله ستكون الأجواء بإذن الله من مشمسة إلى معشة جزئيا على المناطق الشمالية الوسطى للوطن وحتى المرتفعات الداخلية الشرقية وصولا إلى جميع المناطق الشمالية والوسطى الغربية للصحراء وأقصى الجنوب صحوب رعدية كثيفة على المناطق الشمالية الشرقية للوطن مع تشكل دايما صحوب كثيفة رعدية مرفوقة عفوا بأمطار على المناطق الشمالية الغربية للوطن وحتى المرتفعات الداخلية منها أجواء مشمسة تميز المناطق الجنوبية الشرقية للوطن درجات الحرارة الصباحية إن شاء الله ستصل بالجزيرة العاصمة وضوحيها إلى 23 درجة أيضا بغرديا وبشر 16 درجة على منطقة وهران 25 درجة بيعنى بيعنى باستاشن درجة على باتنس باستاشن درجة بمنطقة تلبيد 20 درجة على تندوف 24 درجة بعنصالة 20 درجة بورقلة 20 درجة كحد أقصى على منطقة جانات و25 درجة بثمان راسة عن الملاحة والسيد البحر ومن تهمه حالة البحر إن شاء الله البحر سيكون من هادئ إلى محتضل وذلك فيما يخص السواحل الشرقية للوطن وفق رياح شمالية شرقية سرعتها راح تتراوح بإذن الله من 11-14 كيلومتر في الساعة البحر بالنسبة للسواحل الشرقية الغربية عفوا وحتى الوسطى سيكون محتدل إلى قليل للضراب وفق رياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها راح تصل 22 كيلومتر في الساعة مشاهدينك المعتد نختم نشرة أحوال التقس بالمعلومات الفلكية بالنسبة لشرق وغروب شمس بالجزر عاصمة وضواحية شرق الشمس سيكون في حدود الساعة السابعة و17 دقيقة أما الغروب إن شاء الله سيكون في حدود الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة كانت هذه توقعتنا لأحوال التقس لهذه الليلة وصابيحات الغد بغيت متابعة طيبة لبرامج قناة البلاد في أمان الله اشتركوا في القناة